اتهمت الحكومة اليمنية أجهزة إيرانية بالقيام بمحاولات تزوير مستمرة لعملة البلاد المحلية وتسبب في انهيارها لتضييق الخناق أكثر على الشعب اليمني الذي يعاني من حالة اجتماعية وصحية متردية اتهام جديد إلى إيران في اليمن الحكومة اليمنية تتهم أجهزة إيرانية بمحاولة تزوير مستمرة للعملة المحلية والتسبب في انهيارها لتزيد من المعاناة المعاشية للشعب اليمني وتشير الحكومة اليمنية لأن إيران تسعي إلى شل حركة البلاد بهدف ابتزاز المجتمع الدولي في استخدام ورقة معاناة الشعب اليمني لوقف العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي التي تتعرض لهزائم متتالية في الفترة الأخيرة المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي أشار إلى أن الخطة الإيرانية تهدف إلى الحفاظ على ميليشيا الحوثي وإنقاذ مشروعها الذي شارف على نهايته الحوثيون وفق مصادر حكومية نهبوا خمسة مليارات دولار من احتياطي اليمن من النقد الأجنبي وفرضوا سيطرتهم على تريليوني ريال يمني في البنك المركزي لتستخدم للمضاربة على أسعار الصرف وسحب العملات الصعبة بدورها حملت جمعية الصرفين اليمنيين ميليشيا الحوثي مسؤولية تدهور سعر ريال اليمني وأسعار صرف الريال مقابل عملات الأجنبية واتهام قيادات في الميليشيا بابتزاز وتهديد الصرفين وصابق للميليشيات منح محلات صرافة مخالفة للقانون تصريح عمل وهي متهمة بالتلاعب بأسعار الصرف بالتنصيق مع وزارة المال الخاضعة للميليشيا والبنك المركزي في صنعاء كفاح الزين الحدث